بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 6 نتفرج هنا على البيهيفير بتاع الكاميرا انظر لود ونشوف الديفليكشن اللي بيحصل او المراحل بتاعته مع تغير اللود فالكاميرا بتاعتنا او دي شريحة من السقف عليها لود تعالى نشوف الديفليكشن ده بيتغير ازاي بيلاقي هنا عندنا مع زيادة اللود بيوصل عنده نقطة ا دي الاند اوف بيم كراكس نقطة ب اللي هي الكراكينج ات الميد اسبان نقطة سي اللي هي السيرفيس لود اللي الديفليكشن عنده بيزيد وبعد كده نقطة دي و اي بيحصل الييلد ات الاند اند الميد اسبان يبقى دية التعريفات اللي موجودة على الكيرف عندي ايه اللي هي الاندس اوف بيم كراك بي كراكينج ات الميد اسبان سي انستانتينيس ديفليكشن عندر السيرفيس لود السي داش اللونج تايم ديفليكشن عندر سيرفيس لود وده بيحصل نتيجة حدوث الكريب اللي هو زيادة التشكل مع ثبات الحمل زي ما احنا شايفين الحمل ثابت ولكن قيمة الديفليكشن بتزيد الدي والي ده الييلدينج بتاع الانفورسمنت عند الاند او في الميد اسبان عندنا نقطة مهمة جدا بتلخص الكلام اللي احنا بنقوله ان الستيفنس او السلوب ديكريزز از كراكينج بروجريسز يعني كل ما كمية الكراكس عندك بتزيد ففي الحالة ديات اللي ستيفنس القيمة بتاعتها بتقل يبقى ده امتى لما يبقى الكراكينج عندي القيمة بتاعته بتزيد طب انا لو عندي كاميرا سيمبلي سابورتد فيها كراكس الفيكسد اند مومنت او المومنت عند النهايات هنا ولسكوير على اتناشر من الناحيتين وفي النص بيبقى ولسكوير على اربعة وعشرين ده الدستبيوشن بتاع المومنت بيبقى بالشكل دوت هنا على اتناشر وفي النص هنا على اربعة وعشرين طب فور كنتينواس بيم الاي افكتف اللي الافكتف مومنت او في انيرشا الافرش بيساوي نص الاي اي في المدس بان بلاس ربع اي اي واحد بلاس اي اي تو اللي هي الاي عند النهايات بتاعت الكاميرا طب لو انا عندي two ends continuous يبقى بيساوي سبعة من عشر الاي اي بلاس خمستاشر من مية اي اي وان بلاس اي اي تو لو انا عندي one end continuous يبقى الكلام ده بيساوي خمسة وتمانين من مية اي اي في المدس بان بلاس خمستاشر من مية في الاي اي وان يبقى الاي اي ده اللي عند المدس بان اي اي وان عند النهاية الاولانية اي اي تو عند النهاية التانية بتاعت الكاميرا بتاعت الكاميرا